من المقرر أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة طرحوا عطاء مشروع تليفريك ومنطقة سياحية في محافظة عجلون شمال الأردن وفقا لما أعلنه مدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية أحمد الحلايقة جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية مع مديرية المناطق التنموية وهيئة الأوراق المالية وعدد من الدوائر لمناقشة الموازنة العامة لها حيث أوضح الحلايقة أن الهيئة انتهت من توقيع الوثائق تمهيدا لطرح العطاء عالميا وأردن على اتهامات أعضاء في اللجنة المالية النيابية حول قيام مصانع في المناطق الحرة بتهريب ممنهج وبكميات كبيرة قال الحلايقة إن حالات التهريب فردية وصغيرة ويجري ضبطها وبالحديث عن تراجع في الأوراق المالية أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد الحوراني أن التراجع يعود إلى ظروف الاقتصادية السائدة التي تمر بها المنطقة فضلا عن تداعيات الربيع العربي الذي أغلق كثيرا من الأسواق وقعت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي اليوم إعلانا مشتركا حول مساعدات الاتحاد الأوروبي للأردن للأعوام 2017-2020 وبقيمة بلغت 410 ملايين يورو كما وقع الجانبان اتفاقية منحة بقيمة 100 مليون يورو حول دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنفايات الصلبة البلدية وتأتي هذه المساعدات في إطار المساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة عبر تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع التنموية حذر محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز من التعامل مع عملة بيتكوين مؤكدا أنها تخضع لتقلبات ومضاربات ذات أثر وخطر على المتعاملين معها وقال إن البنك المركزي منع البنك والمصارف من ممارسة أي نشاط بهذه العملة وذلك لأنه لا يوجد لهذه الظاهرة أي أساس أو سند أو غطاء قانوني هذه العملة الافتراضية التي بدأت في الظهور عام 2009 لم يعتمدها أي بنك مركزي في العالم رغم أن قيمتها آخذة بالتضاعف وقعت هيئة تنظيم النقل البري والجمارك الأردنية اليوم مذكرة تفاهم بالربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الجهتين فيما يعرف بمشروع المنظومة الإلكترونية لوثيقة النقل البري وسيصهم هذا الربط في رفع مستوى الموائمة بين الاتفاقات الدولية في مجال نقل البضائع على الطرق وبين القوانين والتشريعات الأردنية وتسهيل حركة مرور الشاحنات عبر المنافذ الحدودية وعلى الطرق الدولية وزيادة السلامة على الطرق من خلال معرفة خطورة المواد المنقولة وكيفية التعامل معها الوصول لإجراءات وتخفيف من هذه الإجراءات على متلقي الخدمة ووضع ضوابط وأحكام للرقابة على البيانات والمعلومات التي ستكون واردة في هذه الوثيقة ولتوفير البيانات لدينا الفريقين اتخاذ القرارات التي تساهم في رفع من سوية قطاع النقل البري على مستوى المملكة وخاصة من قبول واستقدام البضائع من وإلى المملكة أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع عائدات الأردن من الدخل السياحي بنسبة 14.3% خلال شهر تشرين الثاني من عام 2017 ووصلت العائدات إلى 252 مليون دينار وذلك نتيجة ارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 8.2% بالمقارنة مع شهر تشرين الثاني من عام 2016 أما خلال الأحد عشر شهراً الأولى من هذا العام فسجلت دخل السياحي ارتفاعاً بنسبة 12.8% ليصل إلى ثلاثة مليارات دينار وقد جاء هذا الارتفاع بسبب ارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 8.9% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2016 أطلق بيت الحوكمة الأردني بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ندوة حوارية بعنوان حوكمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وخلال هذه الندوة التي شاركت فيها مجموعة من المتخصصين في مجالات علمية تمت مناقشة أهمية الحوكمة الفاعلة للشركات وأدوار ومهام أعضاء مجالس الإدارة والإدارة العليا والهيكل الفاعلة بالإضافة إلى بحث قيمة حوكمة الشركات من منظور فوائد الحوكمة على الاقتصاد الوطني والتسهيل الاعتماني والتمويلي كما تمت مناقشة سبول تطوير مفاهيم الحوكمة لتحسين ممارسات أعضاء مجالس الإدارة وكيفية التأثير الإيجابي على الشركات والاقتصاد الوطني نهاردة بنتكلم على حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة لأن الحقيقة ده موضوع جديد يمكن لسه في وطننا العربي بنحاول ننشر الوعي على أهمية هذا الموضوع وكيفية تطبيقه احنا طورنا مادة علمية على مستوى عالمي الحقيقة في هذا الإطار وكمان طورنا أداة تشخيص تقدر بها الشركة أنها تعمل تقييم للضوابط الموجودة خاصة بحوكمة الشركات ويخرجوا في الآخر من ورش العمل بكيفية التطبيق من سامية الأكشن بلان أو خطة العمل في هذا المجال الفكرة بالمؤتمر اليوم أنه نساعد شركات صغيرة والمتوسطة الحجم أنها تاخد بعين الاعتبار موضوع الاستدامة عشان تخلي تكون موقفها مختلف من الشركات الثانية بتقدر تطور أو تطلق لمجموعة من الأفراد المختلفين عشان تنمو تباحها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر